موسيقى وصراحة جاءت الفكرة بحكم احنا كشافة والكشاف كنعرفوه انه دائما جوال كنا دانا واحد غنضوني هنا هاد المنطقة الله كذفني وشفنا الحالة دي الناس المعاناة اللي كيعانيوها من هنا دانا الفكرة علش لا مول في نديروا قوافل في نواحي المدينة قلنا علش ما نكبروش الفكرة ونجيبوه للقافلة هنا يا رغم البعد وهذا حيث ما اكتر احتياج لهذا الاشياء هادي وبحلقة جاءت الفكرة والاخوان في الفرع حبدوا الفكرة والحمد لله نزلنا الارض الواقع واللي الحمد لله هيا غدا الامر مزيانة احنا حاولنا كاول تجريبة ما بغيناش نديروها كبيرة بزاف حاولنا ننسيب ليو دوار واحد اللي هو دوار اقران اللي فيها تقريبا تلاتين اسرة وتقريبا تسعون طفل يعني حاولنا ننسيب ليو الفئة كاملة بدرنا مثلا الملابس الجديدة او للمستعمالة الكبار وصغار اه بما فيهم اللي غان حتياجة لي البرد بوني ايشاق بتقاشر اه اه بحل هاد المسائل هادي الكبار وصغار وكذلك بالحكم البعد ديالهم على المناطق الداخلية في التغذية الى اخيره اه درنا قفف اللي كتشمل مجموعة من المواد الغدائية الاساسية بحل الزيت سكار اتاي اه الفول الحماص القطاني بانواعها اه الفكرة الجات هو الحاجة لهذا المناطق المساعدة ديال تطوعية ديال الشباب المغربي احتياجاتهم المجموعة ديال متطلبات الحياة اليومية اه خصوصا انه الحمد لله السلسة ديال المغرب ايصال الطاقة ايصال الكهرار ايصال الماء وصدت تقريبا 96% يعني كيشوف دكشي عبر يعني قنوات تواصل اما التلفازة اما التواصل الاجتماعي فاحنا قلنا لما لانه يكون تكون قافلة نشيطية يعني يجيبولي هم دكشي كيشوف في المواقع التواصل الاجتماعي الى غير ذلك بالاضافة الى بعض المساعدات اللي هي واجب واجب احنا ككشفية كعمل كشفية كالخدمة في الجانب التطوعي واجب من انه افتجاه هاد هاد الساكنة اللي فعلا حقيقة محتاج لها المساعدة ومحتاج لأكتر الامور التنموية اللي تنهض بدل منطقة والصالحة تقال انا لأول مرة كنجد منطقة ديالتو بقال منطقة جميلة رائعة يعني كنت تخربح المناظر الخلابة كان صح جميع المواطنين انهم يجيوا يزورها تشجيع السياحة الداخلية السلام عليكم هدا كنشكركم هاد القافلة مميزة مزينا نطلب الله تعالى يجزيكم جزاء الخير تقريبا اول مرة انتم لا يزيكم بخير مرحبا بيهم طلب الله تعالى يزيدهم في العمور يقول لهم مرحبا طلب الله تعالى يجزيهم مرحبا بيهم ما بيهم مرحبا بيهم مرحبا بيهم ترجمة نانسي قنقر